تفقد نائب محافظ محافظة عدن أمين عامل مجلس المحلي بدر معاون ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم لغطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا لاختبارات الدكتور عبدالغني الشوذبي تفقد سير اختبارات إنهاء شهادة الثانوية العامة بغسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024 في مركز ثانوية زينب وعبدالرحيم الأهدل بمديرية دار سعد وخلال الزيارة رافقهما مدير عام المديرية عبد ناقي طاف معاون والشوذبي بالقاعات المخصصة لأداء الاختبارات مستمعين من اللجان الإشرافية والفرعية إلى على سير الاختبارات كما اطلع على مستوى الاعداد والتهيئة للعملية الاختبارية ومدى توفر الأجواء الملائمة للطلاب داخل مراكز الاختبارات وبما يضمن أدائها بسهولة ويسر مؤكدان حرص وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية على إنجاح سير العملية الاختبارية وتقديم الرعاية والدعم لتنفيذها وتدليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات في جميع المراكز الاختبارية وعقب ذلك قام نائب محافظ عدن ووكيل وزارة التربية بزيارة تفقدية لمبنى الكنترول للطلاع على سير الاستعدادات وكذا الترتيبات لاستقبال إجابات الطلاب والطالبات أولا بأول للمواد التي تم امتحانها اشتركوا في القناة